أما كتابه حياء علوم الدين فإذا كانت عندك نسخة محققة للكتاب فاستعملها وإلا فالبعد عنه أولى لما اعتراه من أحاديث ضعيفة أو لما اجتمل عليه من أحاديث وهي وموضوع أحياناً وآثار لا يثبت لها سند فإن كنت من أهل الحديث اقرأ فيه وإلا لو كانت عندك نسخة محققة فاستعملها وإلا فتحفظ هذا وعن المواجهة